لكن مايكل روبين يعرف لماذا؟ لأنه يزعى بعد الحكومة المغربية ويطلع على الملفات ويضع النصائح لأقول أوامر اسمع نصائح الرجل صديق يعني فهو يضع النصائح لأخي فواضح أنه مرسوب جدا من اللي يحصل هناك فطبعا هو يعرف سادات بكر وامتابعه في تركيا وامتابع أردوغان وبعدين نقله إلى المغرب وفي المغرب هناك قال لهم احنا عاوزينه في الإمارات أنه لا يصح أنه سادات بكر يخرج من المغرب ضد تركيا لماذا؟ لأن الحكومة التركية تبدأ تستضيف المعارضين المغربة ويشتغلون قصف إعلامي على النظام الملكي في المغرب والنظام الملكي قال لهم خلاص أنا أعتقلت لكم واخذوه إلى دولة أخرى فأخذوه إلى الإمارات هنا ملك المغرب وصحته معتلة جدا يعني وعنده مشاكل في القلب وأنا أعتقد إذا مات ووفاته قد تكون خلال السنوات يعني صحة معتلة خالص يعني هتكون كارثة كبيرة رغم أن أنا ضده يعني لكن أنا أعتقد الأمريكا بترتب لتقسيم المغرب بعدها عملوا أقاليم ما يشبه الفدرالية عملوا لغتين كل شيء يعني فهنجد هذا هو أباح المخدرات جرى أباحة زراعة المخدرات في المغرب الحشيش وده اللي مطلوب يحصل في تركيا وسليمان صلو معترض عليه وأردغان أيضا عملوا اززواجية لغة يعني أنت تذهب الآن إلى المغرب تجد يكتب بسلاس لغات يكتب باللغة العربية وبلغة قالوا أنها لغة أمازيغية اخترعتها فرنسا ويكتب باللغة الفرنسية فأصبحت المغرب دولة متعددة اللغات يعني تنهار فالمغرب الآن يعني جرى تقسيمه ولكن بقي إعلان الموحد هنا قررت أمريكا أنها تقوم بنقل المعتقل سداد بكر من المغرب إلى دولة أخرى هي الإمارات طبعا الإمارات مهما تشلم في محمد بن زايد ولا شيء يحدث أصلا يعني لا ثورة ولا شيء الإمارات عشرة ملايين فيهم مليون إماراتي وتسعة مليون أجنابي يعني البلد تحت الاحتلال أصلا فمهما لا يمكن تقوم ثورة أبدا البلد في الآخر لما يسقط الزايد ستقع في يد الهندوس يبقى دولة هندوسية كما جرى في الأندالوس الإمارات هي هتكون أندالوس الخريجية لكن الأمريكان قالوا إذا نقلناه الآن قالوا إذا نقلناه الآن وبدأ يسب ويالعن في النظام الحكومة التركية الشعب التركي لن يصدقه لأنه رجل مافيا سوميتوس هي لابد أن نقوم بعملية تنظيف له نغسله ولابد أن نحتل العقل الباطل للشباب التركي فأمريكا وضعت هذا المخطط وقردوا الاستعانة بصديق فأتوا بيه الصديق محمد بن سلمان وقالوا له نحتاج منك المخابرات السعودية تقوم بمهمة لنا داخل تركيا فهو طبعا قالوا ما تحت أمركم وأنه المهمة هي نريد السيطرة على العقل الباطن للشباب التركي بالفعل مخابرات السعودية اشتغلت فورا من خلال شركة تتبعها اسمها ثري ميديا تتبع للن بي سي طيب ودي خاصة بتركيا وطبعا دي أحد الأفرق التبع المخابرات السعودية لما يد حلقة عن نشاط المخابرات السعودية داخل تركيا والله أنا صدمت ستصدمون أيضا معي العقل التركي محتل العقل التركي تحتل ولمخابرات الخليجية احتلال يعني تسين في المي تسعود 10.10 TV'ye abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın